أعمالك الصالحة التي تعملها اليوم هي مهادك غدا فمنها ما يكون نعيم لك في قبرك ومنها ما يكون ظلا لك في عرصات القيامة ومنها ما يكون تفريجا لقرب الحياة ومنها أيضا ما يكون غراسا وقصورا لك في الجنة كل عمل صالح تعمله فأنت تمهد به آخرتك وحياتك الحقيقية فأكثر من عمل الخيرات